موسيقى موسيقى طلاب السادس العجادي حبايب الأبطال طلابي العلمي والعدبي شونكم يا رب تكونون بخير وصحة وعافية طلاب الخارج جيدا ما ننساه طلاب احنا خلصنا خمس دروس خلصنا قواعدهم تمارينهم سواء شون بهم قطع أو ما بهم قطع اليوم راح نبلش بالدرس السادس يعني تقريبا نحن اليونت الأول خلص اليوم راح نكسر ظهرات خلص اليونت الأول يبقى بي شي جدا بسيط الوحدة الأولى احنا تأخرنا بيها ورح نتأخر بيها ورح ناخذ بيها محاضرات بعد أيضا ليش على مهود حتى نضبطها ونرجع لها بعد نهائيا يعني بعد ما أفكر أنه أنا يتارك شي بوراي بالوحدة الأولى لازم ناخذ حرف حرف يعني أنا حتى اللي بالكتاب اللي مو مهم ده أشرح لك ياه ليش؟ يعني بالوزارة ما نعرف شنو اللي يجي ممكن أن يكون شغلات ما تركز عليها احنا سادس وزارة ما نعرف شغلات ما تركز عليها بس يتجيك بالوزارة فأني شون أضبط المادة لازم كل شي أقرأ أحتوي كل المواضيع كل شي لازم أنا أحتويها وأقراها وأضبطها فاليوم راح نبلش إن شاء الله بدرس جديد ألا وهو الدرس السادس لما نتجي هسا على المنزمة أو عليك كتاب إنتك أطالب عندك كتاب عندك منزمة ما عندي مشكلاني أنا حتى صفحة ما الكتاب خليك ياهو المنزمة فهسا نجي عليهم نجي على لسن سيكس اللي هو الدرس السادس ما لما خلصنا درس الخامس هو المواضيع مالته وامتحنى بهم نجي هسا عليهم على الدرس السادس أريدك تركز لي على فتشغلة مهمة شوفوا ياه شرا حاجة أقول لك هالساني حتى أفهمك الصالفة كلها وما بيها باروا ياه العنوان شي يقول تيتشيرز معناها المدرسين تيتشيرز شبينهم المدرسين يوزد تو هيا هاي اللي احنا نريدها اعتادوا على يوزد تو بي ستركتر اعتادوا على أن يكونوا أشدوا صرامة يعني اعتادوا أن يكونوا على أشد يعني شديدين جداً كانوا فهنا نجي دايقوا بالعنوان دايقوا تيتشيرز يوزد تو بي ستركتر المدرسين قبل كانوا أشد من المدرسين هسا آني موضوع شنو موضوعي هو واليوزد تو اعتاد على عبارة اليوزد وتركيب اليوزد وموضوع اليوزد ثابت بالامتحان الوزاري جايك جايك بالوزار والمترو وهذا نعبتي أصلاً أنا أشرح لك يا ماكو غير يشرحة موضوع اليوزد تو نهائياً أشرح لك ياه بطريقة قوية وسهلة وبسيطة وحلوة أقسم لك ياه مثل ما أنا أعرفه مثل ما أنا فاهمه وراح خليك أنت أيضاً تفتهمه بدورك باو موضوع اليوزد تو هو موضوع تقريباً الآلاقة بالماذو البسيط يعني هو بالماذو البسيط حرفياً بالماذو البسيط يعني نفس الماذو البسيط نفس تقريباً تقريباً جزء arguably يعتمد على الماذو البسيط بس أحنا شنو فارقناه أنا أقول لك شنو باوع باليوز تو هنانا هاي العبارة هاي العبارة يوزد تو هاي العبارة اللي هي يوز تو هاي معناها بالعربي آنش أقول اقول تشينت متعود شنو نفس اللي بالعرب احنا شنقول يقول تشينت متعود مثلا ارد اقول تشينت متعود على السباحة I used to swim تشينت متعود على اللعب I used to play مثلا هي كانت متعودة على الطبخ she used to cook مثلا اقول تشينت متعود على الاكل he used to eat a lot تشينت متعود على الاكل هواء فهنانا كلمة used to عبارة used to لما اجي اخذ هاي اليوستو لما تشوفها معناها تشينت متعود او تشينت متعود يعني شي تشينت انت متعود لسويب الماضي بس اسا قللت من عنده يعني اسا انت بده تسوي بشكل نفس السابق فاحنا ده نحشي من اقول تشينت متعود يعني مين ده احشي ده احشي على شي بالماضي ما ده احشي على الشي هسه ده احشي عرفت شغلة وين صارت صارت بالماضي فهو اليوستو تقريبا هو الاعلاقة كلش وطيدة بالماضي البسيط فاحسن نجي علي من نجي نقرأ هذا قبل من طب بالمحاضرة مالتنا ليش ده اقرارك هذا حتى افهمك من خلال العبارات الموجودة بالكتاب باوعوا يا ايش يقول لهنانا يقول look at the photos انظروا الى هذه الصور read the captions read the captions where and when do you think the photos were taken طبعا انا اريد ما عندك تفتح لي الكتاب لانه ممكن هاي شوية تكون موضحة قدامك هاي الصورة لان انا ما اخذ مني الكتاب هاي ونخليهم بالملزمة حتى الطالب يقدر يقرأهم يقول يا ابن انظر الى هذه الصور ويقرأ الكابشنز الكابشنز اللي هو هاي الحشي اللي موجودة هنانا الكابشن هي الحشي اللي موجود جوه الصورة يعني كابشن فرق عن المكتوب هو الشي اللي موجودة هي الصورة يعني مراتي تتزد الصورة تزياحتي هال الحشي اللي هي الصورة يسمونها كابشن شي يسمونها كابشن وين وين متى واين اين ومتى متى تعتقد باني هالصور تم اخذها يعني وين وش وقت تم اخذ هال الصور شي يقول هنانا جملة الاولى يقول بيها الناس 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 كانت متعودة ان تسافر بواسطة عربة الحمار دونكي اللي هو حمار كارت معناها عربة عربة الحمار هاي هم تعتبر شي مهم الناس اعتادت على ان تسافر بواسطة عربة الحمار او تتنقل يعني مثل ما نقول هاي جملة الاولى الناس البنات متعودة تروح يروحها للمدرسة الناس 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 الفلاحين الناس 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 هنا الصورة هذي يعني يحرث الارض من خلال شنو من خلال الجمل الناس حتى شنو حتى يحرث الارض يعني ما عنده مكان فهس احنا نستنبط من الحكي مارتنا شنو نستنبط من الحكي مارتنا يابا انو احنا بالبداية اكو شغلة كلش مهمة لازم تفهمها شنو استاذ هاي الشغلة المهمة طبعا هذا اللي موجود بالحكي اللي بالكتاب يعني هو نفسه موضوع اليوستو احنا نجي على اليوستو وجماعته نجي عليه من هسه نجي على اليوستو وجماعته اريدك تركز وياي يا زين تبعي الهنان شوف حتى تضبط موضوع اليوستو بشكل كامل لازم تشتغلو ايه ثلاث خطوات طبعا انا اليوستو راح سيكون ثلاث محاضرات هاي محاضرة وثانية وثالثة اش كم محاضرة راح تكون عندك ثلاث محاضرات بموضوع اليوستو استاذ ليش انا راح اقول لك ليش انت صفر مستواك بالانجليزي كل شي ماك ما تعرف اولا اللي راح ناخذ احنا بموضوع اليوستو اللي هو شنة متعود على فتشغله اولا التركيب لازم انا اجي اعرف تركيب اليوستو بالبداية اول شغلة شناخذ ناخذ ناخذ التركيب مالته شوف اللي هنانه هنانش قايل لكاني قايل لك التركيب اليوستو ثنيا المحاضرة الثانية اليوستو مع المضارع البسيط والماضي البسيط راح ندخل هوية الماضي البسيط والمضارع البسيط ثلاثة اليوستو مع المقارنة راح ندخل اليوستو معامل مع موضوع المقارنة فاذا شوف انت عندك كم شغلة ثلاثة اول محاضرة اللي هي هاية ما اليوم اللي راح نشرح بيها شن راح نشرح بيها اليوستو تركيبها يعني اساسيات مالته ثنيا راح نجي نشرح اليوستو مع المضارع البسيط والماضي البسيط رح نشرحها معا من مع المقارن فش كم محاضرة رح يصير عندنا اليوستو رح يصير عندنا ثلاث محاضرات استاذ مو هوية وشو رح يخلصين وشو رح انا مقسم لك ياه بطريقة بحتى تطلع من المحاضرة نضبط الموضوع خلص خاتمن الموضوع نهائيا ورح تشوفوا يا انت المحاضرة هاي اذا خلصتها او خلصتها للاخير رح تختمون الموضوع بشكل كامل فاول شي احنا ش ناخد ناخد تركيب اليوستو استاذ شن يعني تركيب اليوستو باوع علاي هنا انا زيان ركز لي تركيب اليوستو قعدنا عدة شغلات لازم احنا نفهمها باوع نجي على تركيب اليوستو اولا في حالة الاثبات يعني انا اذا جتني وقال لي اريد من عندك اليوستو بحالة شنوه بحالة الاثبات استاذ شون انا راح اقول لك شون راح تجيك هاي جملة راح تجيكم هاي شنو هاي جملة هنا بي انقوسين منطينا شنو منطينا فعل بالاخير قاي يلي استخدم قاعدة اليوز تو استخدم قاعدة اليوز تو استاذ ايه شنسوي بعدها انا راح اقول لك شنسوي ما ارادل هشي اللي راح تسوي هو شنو أنت راح تنزل الفاعل اللي موجود هنا هذا فاعل يجي ينزل نفس ما هو وإذا ما نزلت ما عندي مشكلة أي استاذ وبعد راح أسوي آني هنا اللي راح أسوي راح أجي أكتب يوزد تو هاية ثابتة خاص فاعل يوزد تو بعد هنيجي نكتب الفعل نفس ما هو الفعل شنو نفس ما هو بعد هننزل التكملة استاذ التكملة ما أريد أكتبها والفاعل ما أريد أكتب أكتب بس يوزد تو الفعل وفضت راحت استاذ يعني شنو الصير طبعا خلينا نمطيك مثال أحمد يلعب ها أحمد يلعب تنس خلينا نمطيكها بالعربي اوه الإيجليزي احنا هنا شون نجي نحلها راح أجي أحل الجملة أول شي يلعب هنانا مثبت مو من في ريدها من عندك ولا سؤال فمثبت فراح أجي شي أقول له بالامتحان راح أقول له بما أنه أنت تريدها من عندي مثبت يس يوزد تو والفعل منه عندي هنانا الفعل عندي هنانا يلعب فأحمد تشان منتعود يلعب شنو يلعب تنس ربما سيلعب كرة قدم ما يلعب تنس فلازم نفهم يا طلاب خلال حشي مالتنا أنه أنا لازم أحفظ اليوز تو بس أقول بالمثبت أقول يوز تو فعل فقط الفعل هو موجود بين قوسيا أنا أكتب من عندي يوز تو وحتى أوصن ذاكر لك بالسؤال ذاكر لك يوز تو يعني حتى ما راح تحفظها أنت نهاية بس أقول ليوز تو فعل استاذ الفاعل ومدرش شنو ما يحتاج نكتبه هاي شوكت هاي هاي إذا كانت عندك الجملة مالتك شنو بحالة الإثبات إذا كانت عندكم الجملة بها حالة بحالة الإثبات اثنين حالة النفي أسا احنا خلصنا من الإثبات علي من راح نجي راح نجي على النفي يعني تجيكم جملة تجيكم شنو تجيكم جملة هاي الجملة شنو بيها بيها نوت وبيها فعل بيها نوت شنو فعل يعني هو فاعل ونوت فعل وتكملة أهلا ما أنا علاقة بالتكملة والفاعل ما نكتبه عند الناس هاي شو يساوي بيني يعني أنا هو بالوزارة هنا موجودات فوق بالجملة أنا اللي راح أسوي شنو هنا أنا أجي أنزل الفاعل تريد تنزله ما تنزله هادي ما يكون مشكلة بعدها شوفوا يا ايه هنا هناك اش قلنا هسا احنا مو قلنا اليوستو هو ماضي بسيط لو ما قلني قلنا ماضي بسيط عبارة اليوستو نفسه ماضي بسيط فأني بالماضي البسيط شون أنفي ممتاز أنفي بالددنت فراح أقول لي هنانا شنو راح أقول لي ددنت ش راح أقول لي راح أقول لي ددنت وبعدها أنزل عبارة اليوستو بدون دي لأنه ددنت لازم يجي وراها فعل مجرد لازم يجي وراها العبارة مجردة والعبارة ما اليوستو لازم شبيهها لازم نحذف ديمالتها يعني ما يصيروا تقول يوزد دير بالك إذا قلنا يوزد غلط لازم اليوست شبيهه اليوزد تكون لازم اليوزد تكون شنوه محذوفه ليه شابه محذوفه لأنه استاذ لأنه نفي ممتاز فأقول دينت يوزد وبعد شنوه بعد راح نزل الفعل مجرد كما هو وكمل الجملة وينتهي عدن الحل أوكي يعني هسا بالمثبت يوزد تو يوزد تو فعل بالمنفي يوز بدون دي وتو وفعل أوكي يوز تو وفعل هاي لا تشغل لامارت شنوه منفية مثلا أحمد نوت يلعب تنس نفس الجملة نطلقها قبل شوية هسا الجملة شلي قانا بيها اللي قانا بيها نوت يعني من فيها لمثبتة لا استاذ من فيها ممتاز راح أجي أقول لها دينت بما أنه من فيها فدينت يوز تو ويلعب تنزل دينت يوز تو ننزل يلعب وهي فضت راحة صير حل ما راحة استاذ نزل التنس والتكملة لا نزل الفاعل لا ما يحتاج لأنه واصل موجودات فوق فما يحتاج عاني قعد نزل هنا نس زيان هاي خلاص فضت راحة وكرار راحة قد صمتنا الحارة محارة صارت صديق صارت حارة ما عارف ليش زيان هاي إذا كانت الجملة ماتنا شنوة إذا كانت الجملة ماتنا من في زيان أجي هالساعة ليمن أجي على الجملة الاستفهامية ثلاثة نجي عليمن نجي على الاستفهام السؤال السؤال بالوزارة شون عرفه يعني أما يقول لي مثلا هو يقول لي question أما هو يقول لي علامة استفهام يا أما هو أصلا نجيب لي جملة هاي الجملة فاعل بالبداية بعدين فعل بعدين تكمل وعلامة استفهام هاي هنا جملة صارت ما أنت شنوة استفهامية زين أستاذ الجملة الاستفهامية يرحم والديك انت مو قلت هو نفس الماض الADE تركيب نفس الماض الADE إذن هنا بالماض البسيط شن أخلي جملة استفهامية أخلي بالبداية بعدين من و أنزل أنزل ال Face وراء بعدين يلا عبارة اليوز تو استاذ هي مو يوز تو كانت بدي الفعل يوز منتهي بدي او اليوز لازم نصير احنا بالنفي والاستفهام لازم ادي نشيلها اديش نسوي لها نشيلها الله يزقعك اذا خليها تدي بالنفي والاستفهام بالمثبت حلو تكتب يوز تو عاشت ليادي لكن انا بالمنفي والاستفهام لازم اديش اسوي لها اشيلها يعني ما يصير اقول يوز غلط غلط ما يصير شنوه ما يصير نقول يوز لازم نقول يوز اوكي حلو الكلام ونكمل الفعل بعدها ينزل بعدها الفعل ينزل بعدها نخلي علامة الاستفهام هاي فضت راحة حلو خلص بس هذا هو الحل هسر يجعل الموضوع بشكل كامل التركيب اليوست لو مثبت لو منفي لو استفهام اذا مثبت يوز تو فعل اذا مثبت يوز تو فعل فعل لازم ينزل مجرد فعل لازم شنزل ينزل مجرد كيش ما نضيف له استاذ ايش ما نضيف ليس لك بابا احنا يحكي يوز تو يجي ورا فعل مجرد عبارة اعتدت على شنو تمتعود يجي وراها فعل مجرد خالي من اي اضافة يعني ما يصير حوله للماضي ولا يصير حوله مستقبل ولا مضاع الفعل ينزل نفس ما هو مجرد شون ما ينطي كياب القوس نزله بالحل لا تضيف لأي اضافة حلو الكلام هذا منه ده نحكي احنا ده نحكي على قاعدة اليوز تو زيان طلاب هاي التركيب ما اليوز تو اذا انا فيش راح يصير راح يصير دي دينت يوز بدون دي وتو فعل مجرد هذا ده كان شنو منفي يعني اشيل فقط دي واخلي دي دينت قبل اليوز اذا جملة استفهامية فرح اقول ديد فاعل يوز تو فعل ديد فاعل يوز تو فعل ديد فاعل ليطينيها يوز تو فعل واضح هذا الجملة الاستفهامية باليوز تو شكام طريقين حال حسب الطريقة اللي هو يحددنيها اذا مثبت يوز تو فعل اذا منفي دينت يوز تو فعل اذا جملة استفهامية ديد فاعل يوز تو فعل واضح صعبه هادي ما يرادلها شي خلص هسا نجي على اليمن نجي على هنان الجملة احنا نقعد نحلها باو عيائي شي يقلك 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 يا بي هذا الموضوع راح اثمنك ثلاث شغلات تركيب اليوز تو اليوز تو مع المضارع البسيط الماضي بسيط اليوز تو مع المقارنة انا جاينا كاتب لك اولا تركيب اليوز تو شوف يوز تو معناها شنو اعتدت على بالعراقي شنو تمتعول طريقة حاله حسب الصيغة والحالة الموجودة شون يعني استاذ لك مو تدلل هس انفعل شتف ليش باوع يقول لك يا بي اقصد بالحالة لو افرمتوف مو ثبت لو نيكتوف نفي لو كوستشن سوال استاذ هسنا راح نعيد الحلش ما راح نعيد الحلش ما راح نصبوره قبل شوي زيان اذا افرمتوف مو ثبت فاعل فاعل يوز تو فعل مجرد تيبهوا يا ايهنان فاعل فاعل يوز تو فعل مجرد يعني الفعل اللي انطنادها داخل قوس يعني استاذ شون الطريقة الصاروخية تقول شو تقول تقول نضع يوز تو ينزل الفعل يعني انزل يوز تو اخلي شنو اخلي الفعل احمد ايت استخدم يوز تو الجملة مثبتة لو من فيه لا استاذ مثبتة شوفوا سوى تاني هنانا نزلت اليوز تو نزلنا شنو نزلنا اليوز تو وبعدها شنو نزل الفعل اللي هو ايت هاي جملة مثبتة زيان she tell the truth يوز تو همي انا نزلنا اليوز تو وبعدها شنزلت نزلت الفعل اللي موجود داخل القوس هاي لا كانت جملة مالتك مثبتة فقط نزل الفعل اللي موجود داخل قوس العفو نزل يوز تو ونزل الفعل اللي موجود داخل قوس زيان اذا جعل النفي اللي هو ناكاتف ناكاتف نفي استاذ شون نحله سهله هسه راح اقول لك شون تحله راح تيجي شو تقول لك تقول لفاعل بعدها د دينت يوز تو بعدها الفعل المجرد يعني نخلي د دينت وبالنفي والاستفهام وثقول ما العلقة بها الفعلة حلا هاي الجملة من فيه لا الجملة من فيه الطريقة الصاروخية تقول نضع د دينت نضع شنوه نضع د د دينت يوز تو و الفاعل من هو تشوف هاي الحل هاي حلماتين كلها موجودة عندك هنا هانا واضح هادا الراجع بس التركيب ما نوستو السؤال اشو هون اش انا اصدرم اش saw a успohon اسوو من خلال في الدد فاعل يو وفعل اش قالي الى هنا انا قال you watch TV with your brother you فعل ووش فعل انا احتاج بداية اخلى دد بعدين use to بعدين العفو انتظرنا انتظرنا خلي use to بعدين شنخلي خلي الفاعل اللي هو اليو بعدين use to بعدين الفعل من هو الفعل watch فعل شنو عدي عندي الفعل watch و الى اخره teachers be strict هذا هنا انا teachers نزل قبل هديد بعدين الفاعل teachers بعدين use to وكاتب لك هنا انا ملاحظة انتبه هنا مزقوع حتى تحفظها بشكل كامل وانتهي كل شي عندك زين هسا راح نجي على الوزاريات مال هاي الحالة اللي هي مال تركيب use to و راح نجي على الامر راح نجي على الوزاريات طعن وزاريات محلولات انه بالمزل عصاني مسحت الحال هتعوني يحلك ياهو ليجي نحلها على اساس هذا شنوه على اساس التركيب مالتهم زين طلعوا شي يقول لي هنا انا يقول لي هاي نوت باي ارماني كلودس وزارية يوز بني لونه في لوم وثبت لوس استاب ش لقيت انتهنانه لقيت نوت معناها جملة ما بتي من فيه واذا من فيه احنا قلنا نخلي وعبارة اليوس تو بدون دي عبارة اليوس تو بدون 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 دي بعدها تو و الفعل من هو الفعل باي باي يشتري ملابس الارماني باي معناها يشتري هالفعل ايضا مهم يشتري زين يو با três سوى سؤال مع استخدام اليوس تو كوستين وذيوس تو نجي على الجملة بالم اليوس تو ونخلي بداية ده بعدها الفعل الي هو يو بعدها يوز تو بدون دي و الفعل الي هون هو قو كمال وخلي علامة الاستفاة ما احتاج تكتب تتكمل اصلا هاي ما يحتاج تكتفي to work by car car مناها سيارة work عمل تذهب الى السيارة العمل بواسطة السيارة girls not go to school use to استخدم قاعدة use جملة منفية فاقول didn't use بدون D يعني قاعدة use to بدون D بعدها الفعي اللي هو الفعي زيان how you have fun استخدم قاعدة use to شوف هنا انا عندك you وعندك ال have فعل وهنا تكمله ركزوا how معناها اداة الاستفهام شكوا شي اسمي اداة الاستفهام يجوا البداية يعني اداة الاستفهام دائما الموقع حتكون بداية الجملة يعني ال how انزلها ما لعلاقة بيها how long how much what where which هل اني لازم بعدها اجي اطبق القاعدة ما الاستفهام did بعدها الفعي اللي هو من هو you بعدها عبارة use to بدون D وبعدها الفعي اللي هو من هو have واخر شي عندك fun خل اعلامة الاستفهام how did you use to have fun خلصنا هنا من تركيب used to هذه المحاضرة يعني هذه لطيفة جدا بس المحاضرة ما خلصت راح تقول استاذ ليش ما خلصت انا راح اقول لك ليش ما خلصت احنا خلصنا اولا تركيب استعرف اللي هو مثبت لونه في الاستفهام يعني اذا من انا اجيل سالك سوال اقول لك شنل used to راح اقول استاذ هي شننت متعود يعني شي دي شان يصير بالماضي يعني ماضي بسيط راح نيجي نحلها لونه مثبت لونه في الاستفهام حسب هوش طالب من عندي بالوزارة اذا فعل بحات مثبت اذا not من فيه اذا علامة استفهام يعني استفهامية والمثبت did العفو والمثبت used to فعل المنفي didn't used to بدون دي فعل الاستفهام did فعل used to بدون دي والفعل ينزلوا علامة الاستفهام هاي الجملة مالتشنو الجملة مالتنا اذا كانت عند استفهامية استاذ بعد اشبقنا بالمحاضرة الحجة اللي راح احتيها السي المفروض اشرح لك يا بالمحاضرة الثانية بس انا هسا راح اشرحها اليك ليش انا قللك ليش احنا متفقين ايش قايلين قايلين الاشياء اللي تستحق انه نشرح ميها اساسيات راح نشرحها قبل ان نفوت بالموضوع انا حاتشيلك من قبل قايل لك الاساسيات ما اشرح لك ياهم بحد اشرح لك ياهم ميها الموضوع فاني اش راح اسوي السي المحاضرة الجاهة عندي اليوستو مع المضارع البسيط والماضي البسيط هسا بلا احنا اليوستو عرفنا الماضي البسيط دارسينا بيدا وتربط لعدش بقاننا بعد بعد بقاننا المضارع البسيط اش بقالي بقالي المضارع البسيط لازم اهكره اليك ليش؟ لان المحاضرة الجاهة راح تحتاجت للشغلات راح تحتاج قاعدة اليوستو وتركيبها شرح ناسه المحاضرة الجاية اللي راح نشرحها راح تحتاج مضارع بسيط وماضي بسيط انت المضارع البسيط حدها ما سامع بيه اصلا بالسادس هسه راح نشرحها يلا نفوت على المحاضرة الجاية ونقراها اوكي هسه اريد من عندك تكتب هذا اللي كتبت لك يا او انت ذا عندك مازل ما يحتاج اسكتبه وتبقى شوية ويا يعني تقرأ اليوستو شوية شوية توقف الفيديو الهنانة تقرأ اليوستو تضبطها شوية تركيب مالتك وتجو اياي على المضارع البسيط اريدك تركيزك عالي عالي جدا عالي اوكي خليكو اياي بعد اشر ثواني نرجع لك نكمل الموضوع طلاب السرح نجي نكمل المحاضرة مالتنا المحاضرة باتنا هذي هذي راح اشرح لك ياه هو الجزء من المحاضرة الثانية يعني بس اريد اشرح لك شوية من عنده اساسيات حتى لما تفوت هناك ما تنهب يعني راح تقول والله استاذ انت شارح لياه هذا انا ما عندي عذر لاخبعات حتى ما افهم المحاضرة الجاية فانا اريدك في هاي المحاضرة بس اتضبط لموضوع اليو مضارع البسيط استاذ لاتترجمة الناشرة احنا صغار مضارع البسيط يعني اعرف البرزن سمبل مضارع بسيط شقي جاي الترجمة اللي اتحكي للطلاب اللي ما عندهم اساس نهائيا طالب اللي مستوى تعباني في الانجيزة اللي ما دارس الاساسيات قبيل اللي ما اعرف شنو مضارع بسيط اللي عابره من الابتداء الاساس اعدادي بالدفرات والدفعات فاحنا راح نيجي هنا انا شنسوى راح نيجي نساعده يقول لا بالمضارع البسيط ترى مو بالصعوبة اللي انت بتخيلها واللي يدارسها بالمراحل السابقة يعني هو جدا جدا سئلة صراحة لما نجي على موضوع المضارع البسيط يا طلاب نجي على موضوع المضارع البسيط احنا الزمن شنو بي مثبت نفي استفهام يعني انا ثلاثة حالة اذنى مثبت نفي استفهام وخلي ابي اشرتك منها استفهام انت ما تحتاجها في هذا الموضوع يعني باليوستو ما تحتاجها ليش احتاج فقط المثبت واحتاج النفي احتاج المثبت واحتاج شنوى احتاج النفي يعني ما راح احتاج مضارع بسيط بالاستفهام لانه راح يجي ربط مع اليوستو فما احتاجه احتاج مثبت واحتاج شنوه نفي زيان لما نجي على المثبت يا طلاب بالمضارع البسيط استاذ شون يجي السؤال شون اعرف انه هذا مثبت انا ما ريدك تعرف شون يجي السؤال السي لانه انا لازم ناخذ مهاضرة جاية يلا تعرف شون راح تحل مضارع بسيط شو وقت تحل مضارع بسيط رعف انا هسا اريد اعلمك شون تحل مضارع البسيط يعني اريد اجهزك اذا اجاك العدو ش تسوي له مو لمن انت تتوصل العدية الله تجي تخابرنا تقولي استاذ شا سوي هنا لا اريد اجهزك قبل لا تفوت انت للمعركة مع المحاضرة الجاية لازم نتستعرف المضارع البسيط شون تتعاملوا اياه هي جملة مو جملة مضارع بسيط جملة عادية راح تيجي هنا داخل قوس تلقى فعل يعني من لقيت فعل معناها جملة مثبتة هنا هنا ما اقول غيرها مابيه نوت ولا علانة استفدام جملة مثبتة احنا نجي هذا الفعل هذا الفعل هذا الفعل بس هذا الفعل انحوط للفعل حوط للفعل نزل هذا الفعل بالحل بس من النزل انبضع على الفاعل انب gobضع على اليمين على الفاعل اللي قبله اذا الفاعل اللي قبله مفرد بس شرخه بأس يعني بس الفعل ضيف لس اذا الفاعل اللي قبله جمع نزل هذا الفعل مجرد يعني نزل نفس ما هو تباوى على من على الفاعل اذا الفاعل اللي قبل الفعل مفرد اش راح تضيف للفعل راح تضيف لس اذا هنا انا جمع راح تنزل الفعل مالتك مجرد شا تنزل الفعل نزله مجرد زين استاذ شون نزل آني مجرد وكيف يمو قلنا حسب الفاعل يا ابو الفاعل جمع ينزل الفعل مجرد الفاعل المفرد نضيف للفعل S استاذ شون عرف آني مفرد وشون عرفه جمع تعال خليه أقول لك آنين آنك نضيف S إذا الفاعل مفرد نضيف شنوه S إذا الفاعل مالتنا الفاعل 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 يعني هنا اعتمادة غصما عليك على الفاعل لازم تشوف الفاعل بالمضارع البسيط إذا ما شفت الفاعل مضارع البسيط حلق غلط الفاعل اللي بداية الجملة إذا الفاعل مفرد يعني أقصد قبل القوس إذا الفاعل قبل القوس مفرد فمعناها هنا أضيف للفعل شنوه S استاذ المفرد شنو فاعل مفرد يعني شوف لو هي لو شي لو ات لو يكون عندك اسم مفرد مثلا ماذر فاضر أحمد علي جاسم جاسمية حمدية سعدية هاي الأسماء الرنان اللي هي اسم خلص يجو وراه شنوه الاسم يجو وراه فاعل شنوه نضيف لأس استاذ هو شي سمونا هذي سمونا أس الشخص الثالث أس الغيبة أس النميمة أس الحش أس القص شو عم تتحس به عزبة فلنو بس أس شخص الثالث يعني شي انت دا تحكي على أفتش الله هو موجودين مر يعني شخص ثالث مثل ما نسميه أنا اللي أريد أعرفه إذا الفاعل هي شيئت أو اسم مفرد مباشرة هنا أنا أضيف للفعل شنوه أضيف للفعل يعني نزل الفعل كما هو وأترخب أس وانتهى الموضوع استاذ لعد شون ننزل الفعل نفسه ينزل الفعل نفسه مجرد مجرد شو وقت أنا نزل نفسه إذا الفاعل جمع إذا الفاعل شنوه جمع I, they, you, we إذا واحد من دولي إذا واحد من دولي موجود معناها الفعل هنا ينزل مجرد كما هو يعني مثلا عندك he like his friend جملة تحشي شيء يعني ما مجلسة بإنجليز المهم عندي عفو عندي هنا أنا like مثبت قل لي هذا مثبت هذا الفعل لو نضيف لأس لو ينزل مجرد ماكو غيرهم حسب الفاعل الفاعل هي يعني مفرد يعني الفعل شو أضيف له أضيف لأس يعني like الصير عندك هنا أنا likes هنا like شو الصير عندك الصير عندك هنا أنا likes حلو الكلام أيستاذ والله حلو افتهمني هس زين زين نفس الجملة رح أجيك على نفس الجملة اللي هو like friend او مو friend نجي ناخذ جملة ثانية غير استقى حال جملة هارو تطبس هالجملة شبيك ما تقل لي زين مثلا they like to see بلا 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 ما أنا علاقة بها أنا هنا أنا جاءت قلت لك حل لهاية أو أنت عرفتها مضارع بسيط تيجي تباوع على like هنا هنا مثبت استاذيه شوان عرفتها مثبت انت منو قلك ماكو نوت ولا قيامة استفهم يعني مثبت مو فهنانا نجي على like هاي اللايك لو نضيف للفعل s لو ينزل الفعل مجرد ما عنده خيار ثاني بعد استاذ شون ترجع على الفاعل الفاعل ما لتنا ذي فالذا عدنا ذي يعني الفاعل الفعل يبقى شنو هنانا يبقى نفس ما هو مجرد كل شي ما نضيف ليه فحسب الفاعل نجي نقول ليابا اذا الفاعل ما لتنا مفرد نضيف للفعل الاس اذا الفاعل ما لتنا جمع ينزل الفعل كما هو هاي بيا حالة حالة الاثبات خلصنا حالة الاثبات اللي ارجع علي هذي خلصنا من حالة شنو ها حالة الاثبات هسا نجي على النفي اذا لقينا بالجملة not او بالفعل not اذا الفعل من في not شنسوي هنانا راح نجي نقول ليابا نخلي low don't low doesn't وينزل الفعل مجرد وينزل الفعل كما هو ما لك علاقة هنانا بالنفي دائما الفعل ينزل بالمضالع البسيط مجرد خالي من اي اضافة استاذ اذا زين اذا الفاعل مفرد نضيف ايش لا حبيب يا ابوي قلت لك تخلي low don't low doesn't والفعل تنزل كما هو يعني هنانا تباوى على اليمن على الفاعل هم تجي تباوى على الفاعل اذا الفاعل مالتك مفرد اذا الفاعل شنوه مفرد اذا الفاعل مفرد راح تخلي دا زينت وينزل الفعل مجرد كما هو استاذ شون عرف فاعل مفرد لو هي لو شي لو ماكو غير هن حلو زين الفاعل اذا كان جمع الفاعل اذا جمع ايو وي ذي فمعناها انا راح اخلي هنا ندونت ونزل الفعل مجرد كما هو الله يكسر يدلوح اضيف اس ويضيف مدرش انو لازم الفعل الشي يكون عندك يكون عندك مجرد ماكشي ما اضيف لأي اضافة لا اس ولا دوخ روحي اخلي دا زينت اذا مفرد واخلي دونت اذا جمع استاذي شون انا راح اقول لك شون مثلا عندك هسا هنانة كرار اخليك بمثال كرار نوت ايت كرار مياكل كرارت شنو شي ما تأكله لهائيا لهائيا كشمش كشمش مرق الشجر يعني انت الطنية شي سهل ما اعرف كتابه انجليز مرق الشجر مرقة شجر مرقة شجر مرقة شجر مرقة شجر اتطلق السريعة زينجر يلا ثم نرجع لك مرقة شجر قرار نوت ايت زنقر هاي يقول لك انفيل اياها شوان رفت من فيه كرار شبيهه نوت حلو يعني الجملة هنا من فيه لازم تكون مو زين كرار مفرد لو جمع مفرد كرار حلو فاذا مفرد نضيف له دازنت لو دونت لحظة سلب ممتاز فراح اقول هنا والفعل ينزل مجرد كما هو اللي هو ايت فنقول كرار دازنت ايت زنقر كرار مياخر الزنقر نهائيين اوكي يعني ميحب الزنقر هادي جملة نطياك بطريقة بسيطة وحلوة زين لو كان هنانا يا ابا تعال خلي نفس الجملة ناخذه مثلا اقول كرار انت احمد او ما نقول كرار انت احمد ناخذ المثال لك مثلا ذي خلنا نعوض عنهم يعني كرار او ايا شخص واحد او اشخاص مجموعة اشخاص نقول عنهم ذي ذي نوت ايت زنقر ذي اذا اقول ذي نوت ايت زنقر هنانا شنو معناها اضيف لا استاذ عندك الفاعل جمع دير بالك لا تخطئ اذا الفاعل هنانا جمع معناها ش نسوي معناها ماكو بعد لازم الفاعل تجمع شو تخلي هنانا تخلي دونت فاعل جمع شنخلي دونت واضح يا طلاب ليش خلي انا دونت لقدنا لي انه الفاعل شنوه الفاعل جمع واضح they don't you don't we don't بس he she it doesn't وهذا ينتهي عندنا الحل اوكي زين هسا نجي على فاعل ملاحظة مهمة ايضا ملاحظة شنوه ملاحظة مهمة ش تقول هاي الملاحظة المهمة سجلها يرحم والديك هاي الملاحظة المهمة راح نستفاد معدها بالمحاضرة الجاية كلش مهمة هواية طلاب يخاربوا طوم بيها يعنيها سهلة مو صعبة ش تقول له اذا كان الفعل داخل القوس بي اذا كان الفعل داخل القوس بي اذا كان الفعل داخل القوس بي هذا لا لا يعتمد على الملاحظات السابقة هذا لا يعتمد عليهم على الملاحظات السابقة يعني شون؟ يعني من القبيل والزمن مات مضارع بسيط اجي احاول لو از لو ار لو ام احاول لو از لو ار لو ام حسب الفاعل اذا الفاعل مفرد احاول المن الى از اذا الفاعل جمع احاول المن الى ار اذا الفاعل مالتي اي بس راح احاول الى ام he she it is you we they are i ام فالبي يتحول ما يبقى نفس ما هو ما يصير نضيف الاس ولا يصير نبقي مجارات لازم نحوله يعني استاذ شون؟ يعني مثلا اقول لك we we doctors we this b we we حسب الفو عمل نحول بفعل فهم الى الفاعل هنا فمعناه PE راي حقا عندك سلوز R طلاب حي JUDY الحقا مفرد سلوز Il فمعناه PE راي حى تدخل الاستاذ الـPE ندران بفعل إليك، تتخل الـP is low or low am حسب الفاعل اوكي اذا مثلا عندك مثلا خلنا فرص عندك not be اوكي هذا هناش راح اسوي راح تجي تحول ال be الى is او are او am ايضا وتخلي is صير isn't والار صير aren't والام صير am not يعني همي انا من اجي احول هم اشوف ال be ترى دائما ما يصير اضيف يعني ما يعتبر هذا الفعل الرئيس هنانه يعتبر فعل يسمونه افعال كينونة فالفعل هنانه بما انه كينونة حيتحول الاصل يرجع يتحول low is low are low am وحسب الفاعل مفرد is جمع are i am اوكي لازم اعرف شون احول من هو احول المضارع البسيط هسا نجي نلخص الحاتشي ماتنا كلي تك حتى تروح تقرأ المحاضرة وتكمله وتفسخ الفاعل اذا العفو الزمن اذا مضارع بسيط ومثبت لو اس لو مجرد حسب الفاعل مفرد اس جمع ينزل كما هو اذا عندي منفي لو دونت لو دوزنت حسب الفاعل فاعل مفرد دوزنت فاعل جمع دونت والفعل ينزل كما هو الله يخليك الله يخليك ابو سيديك فاعل نزل كما هو كش تضيف واضح زيان اذا عندي بي استاد اضيف اس للبي غلاط البي ما ينضاف لاز البي ينزل كما هو لو ضيف لاز لا لازم احاول لو از لو ار لو ام احاول لو از لو ار لو ام اس مع المفرد ار مع الجمع الاي ياخد ام واضح هذا هو المضارع البسيط بشكل كامل واذا النوت البي كان منفي فيصير لو از انت لو ار انت لو ام نوت لهنا خلص عندك موضوع المضارع البسيط ولهنا خلصت عندك المحاضرة الاولى بموضوع اليوز تو اتمنى تكون استفادية من هاي المحاضرة واريدك تقرالي هاي المحاضرة اللي الحجر راح نشيف المحاضرة الجاي يعتمد على هاي المحاضرة اذا هاي ما ضبطت المحاضرة بالجاية ما راح تضبط اذا هاي والجاية ما راح تضبط ها تقسر وكل كامل راح تخسر ممكن اربع داجر لجاة نريدك التظبط وياه المحاضرة وتروح تنتظرني على المحاضرة الجاي لك ضبطه وتقرال خاطر لك انتظبط كل مواضع مع الوحدة الأولى خاصة محاضراتنا هنا شكوا ان شاء الله بخير نلقاكم في محاضرات أخرى من الوحدة الأولى وفي أمان الله